موسيقى اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج تفضل عندنا صباح الخير عليكم ان شاء الله هنعمل وصفات بالجنباري لذيذة جدا ان شاء الله تعجبكم هنعمل بوتاطس بالجنباري والموتزاريلا مع الصوص البشامال وهنعمل كمان كول سلو الجنباري انا عارفة انها وصفة جديدة بس لذيذة جدا جدا بالمرة ايه نعمل الكول سلو عشان انت بتتسائل كتير جدا عايزين نعمل كول سلو زي اللي بناكلها بره بزفت ان شاء الله تبقى احلى كمان والمشروب النهاردة اللي معانا مشروب الموز بالشوكولاتة خلاص طيب اول وصف معانا نهاردة وصفة البطاطس عبارة عن مكعبات بطاطس متقشرة ونقهاها في ماء عشان بس ما تسودش عندنا جنباري بقشره وجنباري من غير قشر عندنا زبدة كمون جنزبيل توم ورق لوري جبنا موزارلة فلفل ألوان والبشامال خلاص طيب شيل ده كده واجيب بس جنباري بس بحب ايه اشطف الجنباري كده شطفة قبل ما اشتغل فيه لمون خلش بعد لما نغسله كويس قوي قبل ما نشتغل فيه نعمل الحركة دي عشان نضمن بس ان هو ايه اه تمام منظيف معينا رودينا ايوه اهلا يا رودي يا رودينا ازيك يا حبيبتي عاملة ايه الحمد الله يا ربي دايما اخبارك ايه انا كويسة الحمد الله يا حبيبي تقلبي الحمد الله تفضلي انا سمعيكي طبعا يا عايز طريقة معجلات الهوتدوك حاضر وايه كمان ده الطلب الاولين وطريقة الكريب حاضر حاضر طيب ننزل لها الكريب حادق وحلوة عشان هي ما حاددتش بس ممكن تكون ايه وعندنا كده بوف باستري بالهوتدوك حلوة قوي انا عملتها كذا مار طيب نبتدي بقى التاسة دي اللي هعمل فيها البطاطس ماشي اهو نحط كده معلقة زيت بس عشان نحمر البطاطس تحميرة حلوة نصفيها الاول بس من الايه من المياه وانا محضرة البشامال عشان قلت ايه مضيعش الوقت في البشامال يعني سوفل اسود ملح كمون تتحمل شوية ابتدي حط لها الزل اهو ماشي طيب هنا با حامل الجنبري هنحط معي معلقة زيت كمون عملا بلاكهة مختلفة المرات كمون وورق لوري وغنزبير خلاص والتوم طبعا هنقطع كده التوم شرايح احلى حاجة بقى في موضوع الجنبري ده بالكتير قوي 7 دقايق وبيكون استوى من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت خالص تستوى احلى نحط بقى كده كمان توم على البطاطس بزايا ان الطاز غلما قوي كمان ابتدي بقى احط عليها زبدة مع حبة مية واسبها تستيج احط ميا مغلية واغطيها بقى واتبها ايه تستعمل يبقى نقول بقى عملنا ايه هنا هنا شوحنا البطاطس بمعلاقة زيت مع ملح وفلفل وكمون تمام وحطيت فاص التوم فرمت وكده فارم خشن وشوحته كويس قوي وبعد كده ابتدت شكشك رح تحطى مكعبين زبدة حبة ميا مغلية وهغطيها لحد ما تستوي ماشي الفطير اللي بالهوت دوغ ماشي وبعديها الكريب الحادق والكريب الحال الجنبري بقى شطفته بميا ولمون وخل وصفيته كويس قوي بعدين حطيته على وقلوك سخنة جدا مع معلاقة زيت شوحتها حطيت عليها كمون ملح وفلفل شرايح من التوم ورق لوري وجنزبيل وهو عايز اقول لكم ريحة لذيذة قوي كمون الفلايفر ده جديد احنا مش ما عملناهوش قبل كده الجنزبيل مع الكمون والتوم يعني ما عملناش النكهة دي قبل كده عايز اقول لكم ريحتها لذيذة قوي هنحط دلوقتي بقى معاه الفلفل الالوان خلاص ونقلب كده واسبهم بقى خمس دايق كمان يعني انحقرة شوية مسجات قبل ما نطلع الفاصل ونرجع تاني ده هيكون خلص خلاص البشاميل بقى انا مجهزة وسخنة كمان اهو قبل ما يبتدي يبرد عايزة عايزة ابتدي احطه في البايركس طيب عندنا احلام الصباح الفل يا احلام امري تاج بحبك جدا يا شاف معلش ممكن لو تقولي لي على حاجة كويسة للشعر ردينا صباح الورد عليك يا شاف انا بحبك قوي اختي منه يوسر صباح معطر بذكر الله طارق خليفة صباح معطر بذكر الله لاجمل خلق الله شكرا يا طارق يا سعيد يا سيد كل وصفات جميلة قوي ممكن تردي علي يا شاف تفضل هدى ربنا يكريمك كل وصفاتك جميلة ام هاني صباح الفل مريم انا شاهد بحبك بحبك وانا كمان يا مريومة بحبك قوي عندنا نانا كمان صباح الخير يا شف غادة ممكن تقولي لي على طريقة عمل صوص المشروم حاضر حبيبي تقلبي ده من احلى الصوصات اللي انا بحب بقى صوص المشروم ده ممكن طريقة المكرومة بالبشامل حاضر حنزلها لك حالا تعالوا بقى مع بعض عبال ما ايه تنزل بقية الرسائل بصوا بقى بشامل اهو وصفات اللي بتبقى فيها كريمة او بشامل من الحاجات فعلا اللي بتحلل الوصة قوي طب البشامل ده انا عملته ازاي خطيت زبدة او ثمنة ثلاث معالق دقيق شوحتون كويس قوي لحد ما دقيق بقى لونه بيش غامق كده شوية رحت احطى مكعب مرأة من اللحمة او الفراخ ولو احنا هنا هنستخدمه جنبري ممكن نحط مكعب مرأة سمك واشوحه تاني مع حبة لبن لحد ما دقيق يستوي احط حبة مياه صغيرين قوي دقيق ستوي تمام ممكن احط كريمة وممكن ما احطش بين احلى طعم بقى واحلى بغارات للدقيق ملح فلفل جسد تسيب بس كده هو ده احلى طعم للدقيق خلاص طيب نبص كده على البطاطس اخبارها ايه تمام بطاطس كده تكون استاوت تلات تربع سوا الجنبري اللي هو متقشر هنحطه كده هنحطه كده وسيبه بقى ايه يستوي مع البطاطس ايه رأيوكو بقى نطلع فاصل نرجع عامل فاصل ان شاء الله هنعمل كولسلو الجنبري وهنكمل الوصفة دي شان الوصفة دي هتدخل الفرن ونرجع كمان نشوف التاجن هنقفله ازاي نطلع عفاصل نرجع تاني رجعنا تاني بعد الفاصل بصوا بقى البطاطس مع الجنبري فاضل لها بس شوية كمان هعطلها بس كده ايه مكعب مرأة او بهارات سمك يعني الحسب المتاح عندكم وحسيبها شوية هغطيها كده ودي خلاص اهو يعني بس حسيب الميا تتشرب شوية وبعد كده ارفعه من على النار ابص بس ناقص وملح او حاجة طبعا صوص الجنبري ده بيبقى جميل جدا احنا غسلينه كويس قوي وشوفته ازاي غسلناه همم عايز ملح همم عايز ملح ده احنا عاملينه بلاكهة الجنزبيل ورق اللوري ماشي؟ طيب تعالوا بقى نشوف الكورسلو كورسلو اصلا انتم تطلبوها مني الحاجة الوحيدة اللي عاملها زيادة النهاردة هو الجنبري الجنبري اللي موجود فيها انا هنا حصله الجنبري مش عايزة اشوحه يعني او ممكن احطه بس ايه احوا هحطه فميا بس مغلية هو هيبقى قطعم لو اه 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 سلق ميا مغلية مع معلقة لمون مع حبة ملح ورق لوري اه ورق لوري ممكن حبهين وهحط الجنبري مع حبة سكر خلاص اهي واسيبه يغلي شوي تعالوا بقى نشوف مقادير اصلا الكولسلو لكنها مفهاش جنبري خلاص عبارها عن ايه الكولسلو بتتعامل باللبن وسكر خل كرومب ممكن ابيض واحمر ممكن بنحط جازر كمان بيبقى لطيف قوي ومايونيز دي مقادير الكولسلو خلاص وطبعا لبن وممكن فلفل ابيض بدل فلفل اسود الجازر كمان مهم جدا في الوصفة دي خلاص طيب يبقى هنحط ايه لبن مايونيز خل سكر كرومب ابيض كرومب احمر جازر كل ده هنحطه في الخلاط هنحط الاول اللبن كوباية لبن على حسب كمان الكمية يعني انا ممكن مايحطش كمان دي كلها انا بحب اللبن يبقى متغرق في الكرومب ونسيبه يبقى تليلة معلقتين سكر كبار ربع كوباية خل كل ده هنخلطه كويس قوي مع بعضه كده اتخلط هحط بقى دلوقتي الملح والفلفل الاسود والمايونيز كوباية المايونيز كوباية المايونيز عليها كوباية ومص لبن خلاص ونخلط تاني كل ما بيتباد دي في التلاجة كل ما الكل سلو بيبقى طعم بكتير بس ابتدي بقى حط الاول السوس بتاعي وبعدين هحط بعدين هحط الكرومب عشان انا عايزة السوس يبقى اكتر من الكرومب شايفين؟ اقلب واشوف محتاجة تاني ولا لا ممكن حبه صغيرين كمان شايفين عامل ازاي؟ هو لازم كده يبقى السوس اكتر لان الكرومب بيقعد يشربوا يشربوا ممكن بس ده ايه؟ حبه صغيرين كمان بس كده خلاص كده خلصنا السلطة بتاعتنا السلطة بتاعتنا خلاص خلاص هبص بقى على ده كده عشان نبتدي بقى نحطه في فرن نشوف البطاطساية اه حلوة قوي اه عشان عبال ما تدخل الفرن هتبقى بقى ايه لما نيجينا كلها هتبقى طرية جدا هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الجبنة الموزاريلا ونعمل كده خلاص اه شايفين؟ عملنا طبقة بشامال جبنا موزاريلا هنعمل دلوقتي طبقة البطاطس اللي بالجنباري موسيقى موسيقى الريحة لذيذة جدا جدا موسيقى وكل ما تبقى رفيعة كده كل ما تبقى تعمى اكتر موسيقى هنحط طبقة جبنة موسيقى موسيقى بشمل بس مش كتير يعني يدوباك يغطي موسيقى شايفين يدوباك يغطي موسيقى كده بس وندخلوا الفورن ايه رأيكم ونطلع فاصل هندخلوا الفورن حيطلع احنا عايزين بس البشامال يتحمر لان قرد دي الجنباري مستوي والبطاطس مستوي ونبص على ده كده بصوا ده كمان خلاص انا هديت النار خاص بس عشان عايزي يفضل سخلي اطلع فاصل نرجع تاني موسيقى 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 تيجي اعنا تاني بعد الفاصل بصوا بقى قبل ما بتدي في الملك تشيك او الملك تشيك او الملك تشيك الشوكولاتة لبلموز هامل حاجة كده بتبقى موجودة في محلات السمك لما بنروح ايه الافتكاسات الجديدة اللي بيعملوها بصوا بقى احنا تبقى عندنا شوية بشامال صح بص بس دي احتياطي نشطفها كده بس خلاص احنا تبقى عندنا شوية بشامال وعندنا جنبالي هنا معمول صانية حلو جدا ده كده اصلا هيتاكل لوحده نعمل ايه بقى هنا انا حتى هجربه في حاجة زغنانة عشان اللي حابب نوا يجربه حبة بشامال ده حتى كتير كده شوية نشي نوزعه كده نشي اهو وهجيب هنا الجنبري بالسوس بتاعه بالفلفل الان بكل هاخد تلات ايه ممكن اخد واحدة كمان اربع جنبريات اهي بالسوس بالفلفل بكله 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 اهو اهو عايزين السوس كمان وقم حتى طبقه خفيفه جدا من البشامال اهو بصوا دي بتبقى موجودة بقى في محلات السمك انا قلت ايه بما انت بقى بشامال قلت هعملها بس عايزة احط حبه من السوس بس كده ماشي بصوا اهو حبه من السوس اهو ننظف بس الطاجن بتاعنا وندخلوا الفرن عايزاكوا بقى تدوقوا طاجن الجنبري ده اللي بقشروا عايزة اقولوكوا جميل جدا 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 ان هنضفوا بس كده عشان حاجات دي لذيذ جدا وجميل جدا عايزاكوا تدوقوا الوصفة دي اهو عطوها في الفرن و ده كده استوى بالسوس بتاعه ده اللي احنا ايه نحطه بقى على الروز نشربه كده في كوبايز غنانة كده شايفين الجمال السوس جميل جدا وعملينه بنكهة جديدة النهاردة عاملينه بالكمون والجنزبيل والطوم اه مع الفلفل الالوان والزيت لو احنا طبعا في وقت الصيام دلوقتي ممكن ما نحطولوش زبدة خالصه هيبقى حلو قوي كده مع توم شرايح ماشي مين يا شريف معي معينا مدام روحية طبعا الخير يا غير ازاي حضرتك عاملة ايه يا حبيبة قلبي اخبارك ايه دينا يخليك يا رب الحمدلله يا رب دايما يا حبيبتي البشاميل اللي انت عامله ده الصيامي لا البشاميل مش عامله ده صيامي بس الجنباري ده ينفع صيامي الجنباري اللي انا عامله عامله بالورق اللوري والجنباري ده ورق اللوري وجنزبيل وكمون طعم حلو قوي ونكيته جديدة علينا ان شاء الله يعجبك حاضر حشوح الجنباري في زيت مع ملح وفلفل وبعد كده ححط الكمون وورق اللوري شرايحتهم جنزبيل وشوحه كويس قوي حط عليه حبة مية مغلية وبعدين الفلفل الوان وغطيه لحد ما يستوي ويطعمه حلو جدا 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 طيب الكورس لو بقى ده عايزين كمان ايه؟ احنا نبتدي نغريفه لا مش عايز اغريفه هنا طيب حتيبه دلوقتي وتعالوا مع بعض بقى نعمل ميلك تشيك الموز عبارة عن ايه بقى؟ ميلك تشيك المراضي شوكولاتة ايس كريم شوكولاتة بس دسم دسم يعني خلاص وعندنا اشتا عندنا شوكولاتة اللي هي بالبندق عندنا شوكولاتة مبشورة عندنا قرفة عندنا كمان لمون خلاص انا بس كنت بقى تأكد انا عارفة انه لمون بس قلت تأكد تمام؟ طيب هنحط كده بس اللمون معلقة صغيرة بس كده ماشي نحط لمون مع سنة ارفز غنانة اهي خلاص مع الموز كده عملنا وصفة الجنباري الصينية اللي بالجنزابيل والكمون والفلفل الالوان اللي بقشره مع ورق اللوري وشرايح التوم عملنا كمان وصفة البطاطس اللي بالجنباري وصوص البشاميل اللي حطناها في الفرن مع جبنة الموزاريلا عملنا وصفة صغرنانا كده اخترعناها دلوقتي اللي بالجنباري اللي بقشر زي ما هو حطيت عليه البشاميل ودخلته الفرن في طاجب وعملنا كمان كول سلو اللي هنحط عليها دلوقتي الجنباري وهنحط عليها حبة من مرأة الجنباري خلاص طيب نجيب بس الموز ده كده هنا بقى ملك شاك الموز بالشوكولاتة انا بعمل لكم تقريبا يوم او يوم لقى مشروبات صيفي حلوة قوي وفي نفس الوقت مغزية جدا وبصراحة كذا حد قال لي عايزين حاجات لو احنا رايحين الجام او كده تدينا طاقة وكذا حد طلب مني حاجات بالتخن تمام فدي من الحاجات اللي بتعلي يعني سعرات الحرارة بتاعتها عالية فممكن ان احنا ايه نتخن شوية وفي نفس الوقت تبقى مفيدة اهم حاجة واحنا جايين نتخن نحنا ناكل اكل مفيد ما ناكلش اكل يتخننا ويبقى دار جدا على جسمنا فنحس ان جسمنا ضعيف او يتخننا او جسمنا ضعيف خلاص طيب نحط بقى القشتة كده هنحط ايس كريم الشوكولاتة ممكن ممكن نخففه بشوية اللبن لو انتو عايزين بس انا مش هخففه صراحة ده بقى اللي عنده اللي زعلان شوية او عنده شوية كده ايه احباط يشرب المشروب ده ممكن نخففه بشوية لبن او شوية كريمة لو انتو عايزين شوية اللبن شوية اللبن نحن لغبا توكيد الشوائع تمام هبطلو بس شوية شوكولاتة عشان ايه عايزها بس يغمق شوية صغيرين لو عايزين تشيلوا القشطة شلوها بس هي بتديلوا نكهة حلوة يعني ردوة صباح الورد يا شاف سيلة بنتي بتحبك قوي وانا كمان يا ردوة ازايك يا سيلة خالد صباح الخير على هاجر بنت اختي وفاة ام روعة صباح الخير يأحلى قناة سمر ممكن تبعاتي تحية الاولادي على الهوى مودي وكوكي وريمة من اسكندرية ميرو ابني اسمه فيلو باتير بحب حضرتك جدا شكرا يا ميرو وسلميلي على فيلو كمان شيف غادة بحبت جدا ممكن اعرف لو عندي مانجة خاضرة اساويات ازاي والله بصي يعني موضوع المانجة تستوي ازاي دي ممكن تحطيها في ورق وتسبيها في الثلاجة شوية يعني دي الحاجة اللي انا كنت بشوف جدتي بتعملها يعني بس انا هتستوي شوية بس لين جيبها خاضرة من الاول ام حافصة صباح الخير على حضرتك يا شيف وصباحك على ام وصبع وبصبح على العلا انا مش عالف اقولك صح ولا غلط ام حياتي ام قرآني انت رأيه قوي اشوف غادة وبحبت جدا اعمل لنا حلقة عن السينابون بكل حشوات وحاضر ممكن ازالك دلوقتي وصو عن السينابون بصوا بقى بصوا الجمال ملت شاكل موز شايفين شايفين حلو جدا الشوكولاتة المبشورة اصلاها ايه عشان حطتها كده طعم له لأ نقلبه الاول اهي الله 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 بص بص عايزة اقولكوا طعموا حلو جدا عملا انا وعلكوا انا هو في المشروبات ملكوش حجة بقى حاجات بقى ساقعة اهي خلاص طيب فاضل بقى الفينيش الاخير بقى يعني عشان نخلص الايه الوصفة كده تبقى ايه نصيفة كده كلها على بعض الفينيش الاخير بتاعنا بصوا هنعمل ايه عندنا هنا موز رودينا ماما بتحبك او بتتبع وصفاتك وعولها صباح الوردي يا شيف يسلموا اديكي على كل حاجة بتعمليها انتي على السؤولة اوي انا بحبك او انا عايزة بص اطلع البشامل قبل ما ابتدي لاحسن ايه شريف بص انا حامل ايه حامل مج واحد بس زواقه ونطلع فاصل بس اشان ايه نشيل البشامل نشيل بس كده ايه اش الموز ده بصدق هنعمل كده مع رشة قرفة وشاليمون بقى وبالهلم الشيفة ايه نشيل نطلع فاصل ونرجع تقلي لجي انا بعد الفاصل دلوقتي انا حرتب لكم كل حاجة بنراحها عشان بس ايه ممكن نكون عملنا النهار ده كذا حاجة طيب دلوقتي الجنباري انا سلقت اهو سلقت البيبي جنباري ده في ايه سلقته مع كمون جنزبيل ورق لورة خلاص كمون جنزبيل ورق لورة وكمان ملح وفلفل بالنسبة للجنباري اللي هحطه على الكولسلو الكولسلو عملناها ازاي نقولها سريعا لبن سكر ماينيز لبن سكر ماينيز خل ماشي ولمون لبن سكر ماينيز خل وكرومب وممكن جزر وحنحط عليه الجنباري عايز اقولكو ممكن نلغبطه وممكن نحطه كده فوق الوشه لما نيجي ناكل نقوم ملغبطينه عشان بس الناس ايه تبقى عارفة كده ان احنا حطين جنباري دي بقى تتحط في التلاجة بتبقى حلوة جدا تتاكل سقعة حلوة قوي اهو ماشي كده خلصنا كولسلو الجنباري لذيذة جدا 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 طيب وعملنا ايه كمان النهار ده عملنا طاجن البطاطس ده اللي انت شايفينه اللي بالبشامال مكعبات بطاطس شوحناها مع جنباري مع ملح وفلفل وزبدة وجنزبيل وحبة كمون وتوم وشوحناها كويس قوي وبعد كده سيبنا البطاطس تستوي مع الجنباري المرأة اللي نازلت منهم حطيت شوحنا على البشامال حطينا طبقة بشامال طبقة مكعبات من البطاطس والجنباري عليهم جبنا موتزاريلا بعدين البشامال بعدين جبنا موتزاريلا زي ما انت شايفين كده وفي الاخر خالص بشامال تايم تمام الوصف تبقى صناية الجنباري اللذيذة قوي اللي عملناها النهار ده عملناها بطريقة جديدة الصوص بتاعنا النهار ده عبارة عن جنزبيل وكمون ورق لوري شرايح توم مع جنباري بقشره فلفل الوان مع زيت كل ده اللي بنا حطينا عليه شوية مية لو حابين ممكن تحطوا مكعب مرأة خضور برضو حتبقى لطيفة قوي او مكعب مرأة سمك وعايز اقول لكم نكهة مميزة جدا 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 طيب بعد لما خلصنا لقينا نتبقى حابة كده من البشامال ده عايز ايه يستوي عملناها زي الجراتان كده حطينا طبقة بشامال خفيفة مع حابة من صوص الجنباري مع اربع جنبريات كده او خمسة بالفلفل الوان حطي الطبقة بشامال خفيفة تانية مع الصوص واهو جوه بيستوي الميلك تشيك بقى الجميل قوي ده اللي هو عبارة عن شوكولاتة مبشورة ايس كريم شوكولاتة موز لمون ارفة ارفة حابة صغيرين قوي الاشطة دي زي ما قلت اختيارية ممكن نبدلها بكريمة حلويات وممكن نبدلها بحابة لبن وممكن ما حاطش حاجة خالص لغبطناهم كلهم مع بعض مع الشوكولاتة اللي بالبندو وقدمناها في الموج ده مع شالي مو بيبقى سائع وطعمه حلو جدا 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 طيب نيرى بقى شوية كده مسجات كويس عندنا لسه وقت النهارده ايا اسعد صباح الفل يا شيف صباح الفل يا ايا ام شهاب صباح الفل الجمال ده ما شاء الله لو سمحت عايزة عايزة حاجة جزر انا مش عارفة ممكن تقولي تاني انت عايزة ايه طيب مريم صباح الفل يا مريم كمان سلام صباح الورد والفل والياسمين عليك يا حبيبتي يا احلى غدغودة تسلم ايديك الله يحميك ويحفظك سلام صباح الخير ادهم ام ادهم العريفي صباحك فل بحبك تسلم ايديكي وانا كمان يا مو ادهم كمان عندنا اه نانا كنت على سرقة الصوص الماشروم بص يا نانا بتجيب الماشروم بتخسليه كويس اوي وتنشفيه بفوتة مطبخ او بالمنازيل وبعد كده تكوني جايبة زبدة حط عليها رشة جسط طيب مع ملح وفلفل اسود تحطي شرايح الماشروم او الماشروم زي ما هو يتشوح كويس اوي مع فاصة هم مفروم يتشوح تمام بنجيبه نحطه في الكبه نفروم ونحط عليه كريمة او كريمة او نكون عاملين بشمال خفيف نفرومه كويس اوي نحطه على النار تاني مع مقعب مرأة خضار وحبة ميا مغلية بيبقى عندنا سوس ماشروم لطيف جدا وممكن نحط عليه كمان معلقة من الجبنة المطبوخة بيبقى حلو جدا جدا بصي حاجة كويسة للشعر الجرجيري من اكتر الحاجات هو البقدونس او الخضرة عمتا البقدونس والشبت والجرجير كل ده لما نحطه في السلطة من الحاجات فعلا اللي بتقل الشعر دي حقيقة يعني بتقله وبتطوله لو احنا استمرين عليه يعني لو الموضوع ده احنا استمرين عليه خلاص ودايما الحاجة لازم نستمر عليها اكتر من يعني اقل حاجة بتبقى 21 يوم عشان بيبتدي ان هو الشعر ياخد الغزة تمام ويبتدي ان هو يطول كمان في حدك انسألني سؤال تاني موني صباح العسل عليك عباس تسلم اياديك الحلوة يا شفتنا الحلوة الحبوبة على طبخك الحلوة شكرا لك كمان عايزة مقادير الكريب الحادق تاني حاضر حنزلالك وانا هقولك برضو عليها بصي كل كوبايت دي عليها بيضة عشان بس كوبايت دي عليها بيضة لو هنعمله حلو بنحط فانيلا وسكر ولبن ونضربهم كويس قوي مع بعض بالويسكي او بشوكا لحد ما يبقى كريمي خالص وإحنا بكبشة صغيرة نحطه على طاصة الطاصة دي نبقى متأكدين انها ما بتلزقش فيها طيب عملنا حادق هنحط بيضة مع برضو كوبايت دي عليها نص كوبايت دي عليها بيضة عليها نص كوبايت لبن تمام؟ دي نبقى دير الحلوة للكريب بنحط بقى معاها ملح وفلفل ونقطة خلى على البيض وإحنا جايين نحطه عشان ده بيمنع الزفارة خالص تمام؟ بنضربه كويس جدا بالويسك او بقدينا بشوكا كويس قوي وبردو نحطه في الطاصة ده بيتعامل كريب حادق أو كنيلوني تعالوا نطلع التوجن بقى كده من الفرن يعني كنا ممكن نستنى عليه شوية بس هو اتحمر بصوا عامل ازاي طعم الجنبري بقى هيبقى ليه طعم مختلف تماما والصوص ده بقى فظيع بيتغمس بقى بيتحط على الرز على المكارونا عايز اقول لكو جميل جدا جدا وكده نكون خلصنا وصفات النهاردة عملنا صفرة حلوة جدا من السيفود كلها من الجنبري يعني عندنا كيلو جمبري عارفنا ان احنا عايز اقول لكو كيلو جمبري عارفنا نقسمه على الكول سلو وعلى البطاطس وهنا نصف كيلو جمبري عملنا بالطبق ده مع التوجن فانا شايفة ان عملنا بكمية قليلة كذا وصفة تنفع ان احنا لو عندنا عظومة في حاجات بتاع مننفع ان احنا نرمي منها اكلات وده ملك تشيك الشوكولاتة اللي بالموز وكده نكون خلصنا وصفة النهاردة او حلقة النهاردة مع وصفات الجنبري يا رب تكون الحلقة عجبتكم واتبسطتوا منها زي ما انا كمان اتبسطت وشوفكم ان شاء الله بكرة على خير باي باي موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة